معنا الآن من مراكش في المغرب المهندس أمين رغيب المختص في أمن المعلومات والصانع محتوى على اليوتيوب وأيضا أمين أهلا بك أولا وأعرف أنك فست بعدة جوائز ولك عدد كبير من المتابعين أريد أن أسألك كيف اختلف الوضع بالنسبة لك مع محترف بعد جائحة كورونا أنا كان صنع محتوى على الأنترنت صراحة لا يوجد فرق كبير جدا بين ما قبل الكورونا وبعد الكورونا خصوصا أن مسألة تصوير الفيديوهات يعني عادة يمكن أن نصورها في أي مكان إلا أن المسألة البسيطة التي تشكل اختلاف بسيط صراحة هي مسألة أنه كنا نصور في مكتبي الذي ليس بعيد جدا عن المنزل الآن أصبحت مضطر لكي أعمل وأشتغل وكذلك أصور فيديوهات يعني انتلاقا من المنزل أسي أمين يعني ونحن نعد نتحدث أنا وليلا قبل النشرة عن اللقاء الذي سنجريه معك في الحقيقة كنت أفكر في اللقاءات التي يضطر الجميع إلى إجراءها الاجتماعات عن بعد سواء كانت حكومات أو سواء كانت شركات لها تفاصيل مالية دقيقة رؤساء دول حتى رؤساء دول ملوك وإضافة إلى طلاب عاديين طلاب عاديين حتى عوائل الجميع أصبح يستخدم هذا الأمر كيف إلى أي مدى يضمنون عدم اختراق هذه اللقاءات الحساسة صراحة هذه المسألة تعتمد على أي منصة نقوم من خلالها بهذه الاجتماعات هناك منصات تابعة لشركات كبرى عندما نتحدث عن شركة جوجل وهناك منصات تابعة لستارتوبس أو كذلك بعض الشركات الصغيرة التي نوعا ما ضرامجها توجد بها طغارات أذكر على سبيل المثال تطبيق زوم أو برنامج زوم الذي ظهر مؤخرا أو الذي ظهر بمجموعة من الطغارات الأمنية مؤخرا والذي لاحظنا أنه يستخدم على صعيد المؤسسات والحكومات بشكل كبير جدا طبيعا عندما نود استخدام برنامج من أجل التواصل أو عقد اجتماعات فيجب أولا أن نحدد ما هي المعلومات والمعطيات التي سنشاركها من خلال هذا الاجتماع في طبيعا إذا كان طالب أو أستاذ مع طلابه فأعتقد أن بعض الطغارات التي رأيتها على زوم فهي لن تشكل خطر كبير جدا على هذه الفئة لكن عندما نتحدث عن استخدام هذه التطبيقات على مستوى حكومي أو مؤسساتي عالي فطبع الحال ستكون تشكل خطر كبير على خصوصية هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات العملية ووزراء داخلية يجتمعون بهذه الطريقة لا أدري لي وسياسات دول تقرر في هذه الفترة الحساسة بلا شك هذه نقطة مهمة جدا أنت قلت أن الأمر لم يتغير بالنسبة لك من حيث إعداد الفيديوهات ربما فقط المكان الذي تعدى ولكن أنا أسألك عن هل تغير الإقبال أصبح نوع جديد من المتابعين لك سواء في داخل المغرب وخارجها طبعا إذا الحال فهذه فرصة الحجر السرحية فرصة للعديد من الشباب على أن يقبلوا على مواضيع جديدة ويتعرفوا على ميادين جديدة لحظنا اختلاف كبير جدا مقابل الكورونا وبعد الكورونا من خلال المحتوى الذي أقدمه خصوصا أن المحتوى الذي أقدمه هو محتوى تعليمي تقني عادة لا يحظى بملايين المشاهدات لكن مؤخرا لاحظنا أن هناك عدد كبير جدا وإقبال كبير جدا على هذا النوع من المحتوى هذه بادرة خير على أن المجتمع العربي أصبح يحاول أن يستفيد من مدة هذا الحجر في اكتساب خبارات ومعلومات جديدة شكرا جزيلا لك من المراكش في المغرب المهندس أمين رغيب وهو مختص في أمن المهندس